تأخر الإنجاب تأخر الإنجاب في إطار الفحص للعقم ليس تأخر أسباب العقم ليس تأخر ليس تأخر في الإنجاب أسباب العقم فعلا هناك تأخر الإنجاب وهذا شيء طبيعي لأنه لا يمكن أن نهضروا على الإنجاب قبل عامين للزواج كان عداد الناس الذين يزربوا و يريدون فحصة طبية كلها كان يمكن أن نهضروا على العقم بعد عامين للزواج ثانيا من ناحية الإنجاب و من ناحية العقم كان عداد و عداد الأسباب كان يمكن أن يأتي بعد المرأة و قبل أي فحص لتنبقية نحن 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 نفس الناس و نقوم بتحليلات الحيوان المناوية لأن عداد المرأة كان يتنبقية و تنبقية التحليل تطلبون غلاف مدي والعذاب والراديويات نرى المشكلة في الإحصائيات 50% المسؤولة عن الرجل و 50% عن المرأة لا تكون المرأة لأن المرأة نرى في العيادة يأتي الرجل والمرأة يقول للمرأة لا تكون المرأة وهذا غلط لأن الحيوان المنوي نقلبه لأنها تكون هناك في بعض الأحيان تهي أسباب العقم عند الرجل